السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو رح نتكلم عن Outbound CID على بدلت الزونت البلس شو يعني Outbound CID؟ يعني Outbound CID للإكستنشن أو السورس اللي طالع من بدلتك الآن زي ما احنا تعلمنا بكل كنترول للOutgoing أنا بعمل بالManipulation زي ما احنا شايفين هون بالOut في عندي زي مثلا Manipulation اللي هو الDID اللي حتستخدمه الإكستنشن عشان تعمل مكالمات خارجية Outbound CID هذا ممكن نبرمجه على مستوى الإكستنشن يعني لو أنا حاطت Outbound CID على إكستنشن الأولوية رح تكون إلو قبل ما السيستم يشيك على الRoute اللي عامله للOutgoing يعني زي ما احنا شايفين 3-2-4-5-3-8 هذا على مستوى Outbound Route فأنا بروح على الإكستنشن مثلا زي ما احنا شايفين عندي في Outbound CID مثلا فرضنا 4-8 عملت هذا إذا الإكستنشن 32 عمل مكالمة خارجية رح يستخدم الDID اللي طالع من السيب ترنك اللي هو هذا الDID مش الDID اللي موجود بالCall Control Route يعني السيستم بالOutgoing calls دايما بشيك على Outbound CID بالإكستنشن لو هذا الإكستنشن ما عنده Outbound CID رح يستخدم الDID اللي أنا محدده بالOutbound Route اللي برمجته على زونة البلس طبعا نفس الشي طبعا هاي الفيتشر كتير بتهمنا لو أنا مثلا عندي إكستنشن المدير بحب يطلع بOutgoing caller ID مختلف أو مميز عن اللي بتستخدمه باقي الإكستنشن أو لو أنا عندي بالسبترنك 2DID مثلا DID للفاكس و DID للنورمال إكستنشن التليفونات فالفاكس بيطلع برقم مختلف وهيك بهذا الفيديو وهيك بهذا الفيديو من كون شرحنا Outbound CID على بدالة زونة البلس ترجمة نانسي قنقر